البرامج الدينية اللي مديهالنا أو بتقدمها لنا الشركة المتحدة خلال شهر رمضان المبارك خير طبعا من يحدثنا اللي بتشرف دايما بنا نقول صديقي العزيز الدكتور عمر الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء منورنا الله يا فارك عامل ايه؟ كله تمام؟ يعني الليلة سعيدة لنا نكون مع حضرت يا بغتي يا بغتي يعني دايما نحن بقى عنا الصبح حضرتك بالليل فبنتقابلش لا وبعدين ساعة نتقابل كده في النص احنا الاثنين يبقى فيه بنا دايما حبيبنا المشترك عم سعد المصري اه طبعا حاجات كده أو نوع ده مصر رسائي طبعا الله يبرك عليكم قولي هنعمل ايه في رمضان السنة دي بقى احنا بسم الله ورحمه الله وصلاة والسلام على رسول الله المبعوث الرحمة المدامة بعد اللي حاصل اللي احنا بدأنا رحلة من أول ما دخلت هنا في قانون الأولى مع الشركة المتحدة انا بدأت رحلة من 20-21 وانا كنت قصد ان كل رمضان انا اتعامل مع رمضان على انه برنامج مستقل يعني انا عندي في ولا تعسره عندي برنامج مع عارفين والناس بيبقى عندي يوم السبت حلقة بتتعلق بالمقبنين على الزواج واللي بيجددوا الزواج وحلقة التانية بتبقى عن المشاكل الزواجية وحلقة التالتة يلا نبني نبني أولادنا وعندي حلقة بتتعلق بالجليس وحلقة بتتعلق بالقراءة الحضرية لحديث رسول الله فالبرنامج طول السنة بيبقى كده اجي بقى في رمضان نغير كده بقى نعمل برنامج مستقل لرمضان زي اي برامج مستقلة في اي قناة في 2021 ابتدينا ايه مشكلتنا سألت ايه مشكلة التدين مش بس في مصر التدين في العالم الاسلامي كله مشكلة التدين في العالم الاسلامي غلبت الشكلية عليه وانه